فرصة ثمينة وغير مسبوقة للاستحواذ على محرمات نهر دجلة في بغداد سببها بحسب مراقبين الغياب الكامل لدور وإدارة وزارة الموارد المائية رغم قرار الحكومة بوقف التجاوز على الأراضي الزراعية يقول مراقبون إن جماعات متنفذة ربما استغلت ذلك الغياب أو الصمت وتقوم الآن بالاستحواذ على ساحل نهر دجلة من جهة البوعيثة في بغداد ذلك الاستحواذ تسبب بتقليص عرض النهر في ممارسات غير شرعية عبر إقامة مشاريع سكنية وتجارية تستخدم لأغراض الترفيه حيث تقوم تلك الجهات منذ أيام بالتجاوز على محرمات نهر دجلة عبر دفن مسافة تقدر بحوالي 20 مترا من أجل إنشاء مرسى وحدائق ومسابح على ضفة النهر تابعة لفلال سكنية وبحسب القوانين والصراحيات فإن أمانة بغداد لا تملك الصراحيات الاستثمارية على الضفاف البرية لنهر الدجلة كونها تتبع لوزارة الموارد المائية وعقارات الدولة شريطة أن لا تتجاوز حدود النهر المائية أو تعيق جريان المياه وأن أي مشروع يريد الاستفادة من الضفاف المائية يجب أن يحصل على موافقة وزارة الموارد ما يعني أن أمانة بغداد لا تتدخل في هذا الجانب وتساءل مراقبون عن دور وزير الموارد المائية من هذه الأفعال والتجاوزات على نهر دجلة وانتقدوا غياب القوانين والآليات وضعف الرقابة بهذا الخصوص في ظل تنامي تأثير الجماعات المتنفذة على مقتربات دجلة ببغداد عوامل تتشابك معا وتزيد من أزمات شح المياه في العراق بعد غياب الدور الفاعل لوزارة الموارد المائية وسط تساؤل عن القدرة لإدارة أخطر ملف في العراق حيث وصفت تقارير إدارة أزمة المياه الأخيرة بغير المتسقة حيث تحولت وزارة الموارد المائية إلى كيان هامشي اشتركوا في القناة